السلام عليكم. نراجع للدرس اللي فات ان شاء الله على السريع. اه تحدثنا في الدرس اللي فات طبعا. اه قلنا الليد اه سناء صناء الضوئي. يستخدم عادة لاظهار الحالة. يعني غالبية استخدامه لاظهار الحالة. لكن في اجهزة قلنا ممكن يستخدم فيها لامرار التيار الكهرباء. اه ويكون جزء قصيل من الديار. لكن في الغالب هو اه يكون اه لا اظهار الحالة. السنائيات العادية اللي عنا الاحمر والاصفر والاخضر هؤلاء اللي هم نعرفهم دولة جهد بتاعهم. جهد العتبة حوالي اتنين بولت. جهد العتبة حوالي اتنين بولت. وقلنا احنا نتعامل معهم على اساس من التيار طبعهم عشرين ملي. لكن هم بيتحملوا طيار من اه حوالي يعني حوالي خمسة ملي بضو كويس لها غاية فوق الثلاثين ملي بيكون هو اه بكون ضاوي اه يعني اقصى اضاعة تبعته عند حوالي ثلاثين ملي بعد هيك ممكن يحترق. في عنا المصابيح اللي بنستخدمها لا اه اضاءة اللي هو بكون جهده حوالي ثلاثة بستة اه من عشرة بولت. طبعا متوهجوا بنهري. اه وتحدثنا عن انه السبب في الجهود تبعت اه اختلاف في الجهود اه تبعت السنيات الضوئية عن السنيات العادية اللي هو نفس الحاجة انه في عنا مثلا احنا ضايد من السيليكون اه جهد العتبة بتاعه ستة اه من عشرة. عنا اه ضايد من الجرمانيوم جهد العتبة تبعه حوالي اثنين من عشرة. جهد من الجاليوم اول السنايد مثلا واحد اثنين واربعين مليا. اه وهكزا يعني اش هي المواد اللي دخلت في تصنيع السنائي هي اللي سببت اه قديش يكون جهد العتبة بتاعه. يعني هده مش حاجة بصممها المصمم انما هي تيجي مفروضة عليه. انه هو بصمع السنائي من مادة معينة عساس يحصل على لون معين او على اي ميزة معينة فتطلع معه انه جهد العتبة معه بهذه. اه لطويل طبعا عنود وكزير كثير زي الموضوع ما يقارب المكسفات. اه وبيتركب اه بشكل اه يعني زي بالشكل اللي انت بيشوفه هنا. كده بيجي على الجهد الموجب. هنا بنيجي على الجهد الموجب وهنا بكون طبعا على الجهد السليم. ايوه حكم المادة هو اللي بحدد جديش الجهد تبعه بالزبط يا احمد كينج. يعني ايش يا المادة اللي تصنع منها السنائية اللي بتحدد. اه اللي موجود عندي هارفعه. لانو انا زي ما حكيت قبل هيك انو عندي كزا يعني كنت في استخدام كزا كزا جهاز وتبعطرة. العتبة يعني لما احنا بنوصل الشريحتين الموجبة والساربة مع بعض. بتكون ما بين الشريحتين منطقة بنسميها منطقة نضوب. اللي هي بتتعادل فيها الشحنات الموجبة والسالبة. وبترجع هاد منطقة النضوب بتكون مادة شبه موصلة. هاد المادة شبه الموصل اللي تكونت بين الشريحتين الموصلتين الموجبة والسالبة هاد المنطقة تسمى منطقة النضوب. منطقة النضوب هي تاخد جهد بنسمي هادا جهد وعلى فكرة يمكن كلمة العتبة يعني تكون مش كتير مشهورة لكن هي. اه قلنا انه برضو يعني لو كان الثناء مجصوصات اطرافه غالبا بتلاقي فيه شقة في اه اه عدلة فلات يعني. شقة فلات بنعرف انها ايش على الكثير. طبعا احجام الثنيات مختلفة. اه السناء ما بيتركبش على البطارية او على مصدر الجهد بشكل مباشر. بتتركبش بشكل مباشر. دائما وابدا لازم يكون معاه مقاومة. عشان يتحدد مرور التيار اللي فيه. عشان يتحدد مرور التيار. بعدين السنائي لا يتحمل. اه لازم مقاومة. بتحملش جهد عكسي عالي. يعني احتمال او انا تعطيته ستة من ستة بورت عكسي احتمال ينحرج معاه. ما بتحملش جهد عكسي عالي. عشان هيك ما نحاولش نخطئ في تركيبه اه على اه يعني بشكل عكسي. قلنا عشان نحسب قيمة اه مقاومة السنائي. المقاومة المناسبة للسنائي. ممكن نستخدم اه اه الصيغة اللي هي ار. انا طبعا اه مجموعة القوانين. اللي هي منبثقة عن قانون اوم. قانون للقدرة. قانون للتيار. قانون للمقاومة. قانون للجهد. المهم يعني هاد الصيغة احنا معروفة. عنا هنا التطبيق بيكون مباشر. حكيانا المرة الفاتت. بتقني لو كان مسلا عندي الزنائي على جهد اتنى عشر بولت. معنى ذلك انا بديض حط مقاومة اللي هياخد اتنين بولت. المقاومة بيضل عليها قديش عشرة بولت. فبأحسب انه هاد المقاومة عشر بولت بمبيهة تيار اثنين من عشرة. آآ فمن هنا آآ باحسب آآ القيمة اللي بيتطلعها هاد المقاومة. وقب Lanka انا انه السنائيات بتركبوش على التوازي. السنائيات بتركبوش عالتوازي. بسبب انه خواص السنائيات لا يمكن انها تتساوى مع بعضها البعض لو مهما كانت تصميم شديد. لكن اه طبعا بترك يعني عمليا والصينيين ركبوهن على التوازي اه 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 والصينيين ركبوهن على التوازي وخلونا نشوف الكشفات. طبعا لو انت كنت بتقدر تركز كويس ولكشفات حتلاقي ان وضعيتهم مختلفة عن بعض. واي خطأ عندك في الصيانة بسبب بأدية لفهم. نفس اه نفس الحاجة اللي هي المواد التصنيعي انا تبعته والنقاء اللي هو بيستخدمه يعني ايش الشوائب اللي بيحطها هو الشوائب اللي بتوضع على المواد اللي بيستخدمها في تصنيعه ثنائي. هاد الشوائب اه يعني حرارته بترتفع بالاساس يعني لو انت مسكته جدا بتلاقي حرارته مرتفعة. عشان هي كهاد الشوائب من خواص خصائصها نفسها انها هي بتتحملش اه جهد عكسي يعني. يعني من الخصائص سراعته يعني يعني مش حاجة هما صمموها لا هي حاجات بتجيهم قصبا عنهم مش الكافة. يعني زي ما طلع معها جهد اه العتبة هو ما بقدرش يحدده اللي بيحدده الخواص برضو اه كل ثنائي حيكون له جهده الخاص. يعني اه في ثنائيات سبعة وتسعة حاجات زي هيك يعني جهود منخفضة مش مش عالية. جهود العكسي الجهد العكسي منخفض كتير يعني. وبامكانك تجرب تعكس سنائي وتركبه على اه بطارية ممكن ينحرق يعني. بعد رحلة بهمناش. اه يعني بهمناش ندرس الجهد العكسي لان حين نركوش بشكل عكسي. بس ايش بهمنا في هذا الموضوع اه في الجهود العكسي انه انا ما بقدرش استخدمه اه للتقوين. يعني ما بنفعش انا استخدمه للتقوين. لان انا بدخل عليه جهد اتناشر فولت مسلا. جهد اتناشر فولت. ويقول له والله يبدأك اتقومها. اه من المحول معنى ذلك انه هيجي عليه اه اتناعيش واتناعيش اربعة وعشرين. هيجي عليه حوالي خمسة عشر فولت جهد عكسي فهينحرق. حينحرق. اه لما احنا احيانا بيركبه الصنائي الضوئي مباشر على جهد الميتين وعشرين فولت بيركبولي طبعا المقاومة عالية. اه ما بيطولش يعني بصمد هو بيشتغل شوية بعدين ما بيطولش ليش بيطولش لانه هو بتحملش الجهد العكسي بحاجة تحملش المشاهدة العكسي. في قضية او موضوع كنا احنا ما تحدسناش فيه قبل هيك. اللي هو. اه السنائي العادي له جهد عكسي صحيح محدد. بس هذا جهد يعني كبير. يعني يعتبر كبير. اه لكن سنائي الضوئي لا الجهد بالحكس تابعه كثير منخفض. يعني ما بينفعش للتقويم. يعني اهم حاجة مسلا انه هو بنفعش اه تستخدمه في التقويم. حتى لو كان عندك التيار لدفاقه ادل من عشرين ميلي من الدائرة. ما نفعش تستخدم سنائي روي بيقول بدي اخليه اه لانه حيضوه هو. على الازي يبضوه لانه ما بلحدش يضوه ضعيفة شوية لكن ما نفعش تستخدمه في التقويم. ماشي الحال احنا اه 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 يعني واحد اللي تحدثنا زكرناش كتير المحول الموسطا. المحول الموسطا في عملية التقويم. طبعا هنا انا كنت بحكيت عن اه دائرة هاد مبارح كويس وقلنا انه اه لترانس هادا اتنين امبير لكن انا باخد اللي هو ستة فولت اتنين امبير لكن لما انا باخد منه اه 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 اتماعشار فولت يعني ست زائل ستة بقدرش اخد منه اتنين امبير بقدر اخد منه واحد امبير. اه الملفين هادولة اللي هنا هادول الملفين عشان يصير المحول موسطا ما بنفعش ان اقول هذا اطناعش وهذا اطناعش. لازم يكون الملفين ملفوفات بطريقة معينة. ايش هي الطريقة المعينة? ان واحد فيهم بكون ملفوف عكس التاني. ليش واحد ملفوف فيهم عكس التاني? خلينا نشوف الرسم اللي تحت. لازم الملفين هادولة اللي هنا. واللي هنا يكون واحد ملفوف بعكس التاني. حيكون هذا شكل الاشارة على التحتاني مسلا. وهذا شكل الاشارة على الفجان. نلاحظ هنا انهم عكس بعض ملفوفين ايش? عكس بعض. لان يكونوا ملفوفين عكس بعض. في الوقت اللي بيكون فيه هذا اه على هذا النقطة. اعلى جهد. النقطة هذه بيكون عليها ادمة جهد. لاحظ انا الزمن. لاحظ هنا الزمن. لما بكون النقطة هادي عليها ادنى جهد. النقطة هادي بكون عليها اعلى جهد. بهذه الطريقة باستطيع اني انا اقوم بالتقويم الموجة الكاملة باستخدام المحولة الموسطة. بصير هذا دايد واحد مثلا. دايد واحد مثلا بياخد النبضة هادي. دايد اتنين بياخد النبضة هادي. ليش بياخد النبضة هادي لانها بتكون انجلبت هنا. النبضة اللي بدأت هنا بيسير هنا. فالثنائي رقم اتنين بياخد هذه النبضة. اه بعد ما احنا بنكون اه اخدنا طبعا هنا دايد اه قلنا دايد رقم واحد مثلا. هنا اتدايد رقم اتنين. طبعا الاتنين هنا موصولات ببعضهم زي ما انت شايد. هنا في وصلة تامة. وخلينا نعرج على هذه النقطة. لاحظ الوسطة اللي هنا اللي معمولة. هليني نعرج على هذه النقطة بهم مش. لاحظ هنا لما فيه سلكين وتقاطعين معات الرسم. عمل كبرى. لاحظ الكبرى اللي هنا. هنا عمل كبرى. عمل كبرى. مش شرق في كل مرة يعمل تقاطع. يروح لهو عامل كبرى. يعني احيانا هو اه حيشترك طيبة تانية لما تيجي معانا بفرجكية. لكن هنا تقاطع. معنى ذلك انو هاي دايد. طلعت اشارته هنا. هاي اتدايد التاني ما اتبصل معه مباشرة. يعني الدايدين هدو المتساط مع بعضهم. واحد بياخد اشارة من الفجاني والتاني بياخد اشارة طيبة. بيدل على عدم على عدم التلامس. يقول ان هدول سلكين مش متلامسين. كل واحد يبعيد على التاني. يعني ماش متلامسين. الكبرى هادة انو الاتنين مش متلامسين. بعد هيك طبعا الدائرة هادة بيلزم لها مكسف علشان نكون بعملية التقوين. لاحظ هنا المكسف اه بيبدأ لو كان كثيرتو صغيرة حيشحن بالشكل هادة. يعني حيمشي معاك الجهد هنا بالقمة. حيشحن ويفرر في المنطقة هادة اللي ما كانش بها جهد. المنطقة هادة اللي هي بتصير ما بين اقصى جهد واقل جهد بتسمى الربل. الربل. الربل هادة اه انتي مرة واحد سألني على فائدة الاستلسكوب. الربل هادة لا يمكن شوفه وتعرفه الا بالاستلسكوب. الربل هادة. لا يمكن ان انت تقدر تعرفه الا بالاستلسكوب. الساعة العادية استحالة ما تقدرش تجيزه. الربل اه قلنا ما بنبذرش نجيسه. اه فعشان هيك لما يكون عند الربل زي هادة معناتها اه. بيعمل تشميش في التكبير على طول. على طول معناتها يا اما المكسف عطلان. المسؤول عن التنعين. يا اما اه كانت جيم تقديلة. بس طبعا هو بالعادة بيكون عطلان. يعني على اساس ان انت هو واسطك التصميم جاهز. اه. على طول ما هادة بدها يا زيادة المكسف. يا اما ازا يكون فيه لود زايد في الدائرة. لانه في عندك المكسف. يعني فيه علاقة ما بين المكسف اللي انت بتركبه للتنعين. والتيار اللي انت بتسحبه. كل ما انت تسحب من الدائرة تيار اعلى كل ما يكون بلزمت مكسف اعلى. يعني زي كيف? يعني لو كان عندي على سبيل المسال اه 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 راديو. خلينا نقول راديو. ايش راديو يعني واحد وقت مسلا. يمكن استخدم له ثنائي واستخدم له مكسف مسلا اه خمسين مايكرو. وخلاص وخلصنا يعني. لكن لو كان عندي مش راديو. انا مسلا كان عندي على سبيل مسال تلفزيون. بنفعش مسلا يركب له مكسف عشرة مايكرو. هركب له مكسف ميتين مايكرو تلتمية مايكرو. لو واحد فيكو يعني بتعود يفتح الاجهزة. يفتح الاجهزة. هتلاحظ انه كل مكانك قدرة الباور سابلاي اعلى. كل مكان المكسف المستخدم في التنعيم اعلى. الجهد. كل مكان لاستهلاك التيار من الدائرة اعلى. كل ما بدك تحط مكسف اعلى عشان مايسيلش الرجل هدا عندك. فيه هنا يعني مش المكبسة اللي بحول المتناوب الى مستمر. اللي بحول التيار الكهرباء من المتناوب الى مستمر اللي هو الكاباسيتر اللي هو بعب الفراغات هذه. بحط العالف الواطئ. يعني زي ما تيجي جرافة على ارض عالف واطئ. بتسهمد العالف الواطئ. كل ما زاد التيار اللي بتسحبه من الدائرة. كل معنى ذلك ما انت لازم تزود في قيمة هذا المكسف. وقلت لك يعني الواحد وط والاثنين وطنه تستخدمهم مثلا المكسف عشرة مايسه او اقل. يعني على سبيل المثال ايوانا هنا بتزقها الان. لو انت فتحت لمبة اه التنعيم انا بيعتمد على على استهلاك التيار التعربي. يعني لو انت جبت اه مصباح اه مصباح على الدين لا مصباح بيقلب. لمبة بيقلب. جبت لمبة بيقلب. ماشي. رجيت تذكرني في قنطرة التوحيد عشان نحكي. انا حكيتها جابل هيك ما انا باخد طاقة كاملة من قنطرة التوحيد. غير ما استخدم ثنائي واحد. بس انا بقول لو جبت انت لمبة بيقلب. فتحتها. حتجبت انه في داخلها مكسف اربعة وسبعة من عشرة او عشرة ميكرو فراد. بس. كويس? هاد اللمبة ايضا انت مش محتاج لتنعيم جيد للتيار الكهرباء فيها. لكن انتقل الان من هاد اللمبة وروح على جهاز رسيبر مسلا. جهاز رسيبر مسلا بورساب لاي تبعه خمسين واط. او اه اه اربعين خمسة واربين واط. هتجد انه المكسف تغير مبالا المكان. عشرة اصار خمسة واربعين. او 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 سبعة واربعين ميكرو فراد. روح افتح شاشة ال سي دي مسلا. افتح شاشة ال سي دي شوف مكسف التنعيم جديش. هتلاقيه لا تغير صار مية وعشرين ميكرو. طب افتح الاجتب التلفزيون الجديمة اللي هي يعني سي ار تي. هتجد انه مكسف التنعيم صار متين. او صار اا اكثر. كل ما دائرة فيها سحب تيار اكثر. كل ما مكسف التنعيم هذا لازم تكون يلده اكبر. لانه هو مش حينعم. لانه هو لو حط مكسف مية حينعم. ولو حط مكسف اا عشر تلاف ميكرو فراد مرضو حينعم. بس ليش هو يحط مكسف اكبر في حين انه قادر يستخدم مكسف اقل. فقيمة هذا المكسف بتعتمد على التيار المسحوب من الزائرة. ما حدش يطلب مني معادلة من تقريبا يعني معلومات عملية. يعني لرقيك ارقام زي ما هي موجودة في السوق. يعني لمبة اكتشف ان هو عشرة ميكرو كويس لحد اتنين عشر ميكرو. رسيب مسلا ابو خمسة وتلاتين لاربعين واط. بتلاقي في سبعة واربعين ميكرو. اه جهاز مسلا بتلاقي سبعين تمانين واط. اه ممكن تلاقي مية مية وعشرين اه ميكرو. جهاز صار متين وخمسين واط. بتلاقي لك اياه صار اكثر من اه يعني من متين ميكرو متين وعشرين ميكرو فراد. ناشي. في وظيفة تانية ممكن احنا نستخدمها طبعا هنحكي الان في البرطيقات. قلنا قنطرة في التوحيد مهمة جدا يا استاذ احمد. يعني هنا. اه لما انا باستخدم قنطرة بااخد الموجتين هدولا. او كل الموجات اللي يطلع. يعني اللي تحت واللي فوق باستهق باستغل الطاقة الكاملة. لكن لو هاده نقصد. معنى ذلك انه نص الطاقة انا مش مستغل. يعني لو كان انا عندي على سبيل المثال يا احمد يا كينج. يعني لو كان عندي انا اه 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 ترانس يعني ترانسفورمر محول اه اه قدرته على سبيل المثال واحد اه واحد وقت قدرته واحد وقت. انا استخدمت لثناء واحد للتنعين. بقدرش اخد منه واحد وقت بقدر اخد منه بس نص بقت. لكن اذا. انا استخدمت تقويم دنطرة او تقويم موجة كاملة. ساعتها باقدر اخد منه الواحد جواب كامل. ليش لو استخدمت سناء واحد معناتها هادى المبضى مش هتبين هادى. وهادى مش هتبينه وبالتالي بياخد منه البقط مصف القدرة. اه بإمكاننا نستخدم المكثف. لا مضاعفة الجهد. هادى طبعا الاقام اللي قدامك. الاقام اللي قدامك هي اقام اه يعني حققية. يعني انا جايزها بيدي. هنا عندي مصدر جهد اه تمانية وعشرين بولت. في عندي هنا مكسف. عندي هنا دايد واحد. على الدايد واحد اربعين بولت. الاربعين بولت هي عبارة عن انه تمانية وعشرين بولت. اي سي. لما تم التقويم بتاعهم عن طريق المكسف دي واحد. اه? فهنا عندي تقوين نصف موجة. هنا تقوين نصف موجة. اه لاحظ انه تمانية وثلاثين بولت. تمانية وعشرين بولت هما تقريبا القيمة الفعالة في الاربعين بولت. تمانية وعشرين بولت اللي هما هدولة. هما تقريبا القيمة الفعالة في الاربعين بولت. يعني الاربعين بولت هذي تكون شيئا قيمة الفعالة. من نكرر العملية هادى كمان مرة. من تحت من هنا. فالاربعين بولت هنا بتتضاعف الى تمانين بورد. منيجي هنا. طبعا هي المفترض بصير مية عشرين بورد. لكن انا زي ما تقول اعطيت النتيجة اللي انا اللي تم قياسها. فالمدرجة اللي تم قياسها. نعم في هدر للنصفة تي. لان اه القياس معي كان مية وخمستاش. طبعا لانه المقاومة لانه المكسفات اللي انا كنت مستخدمهم. هنا مكسف سي واحد و سي اثنين و سي ثلاثة كنت مستخدم مكسفات صغيرة. يعني واحد من عشرة مايكرو فراد. يعني انا كنت مستخدم في سي واحد و سي اثنين و سي ثلاتة واحد من عشرة مكرو فراد. احكيكم الفكرة تبعت مضاعفة الجروح. طبعا اركز معي فيها لانه ما فيش انجرسك. في النقطة هادي الاربعين فولت. النقطة الاربعين فولت. بيدخل عليها الاي سي. الاي سي اللي بيدخل من المكسف هاده على الاربعين فولت. بيتحمل فوق الاي سي. يعني مش بنخلط معه. بيتحمل فوقه. فبيصير زي ما يكون ايش عندك. اه مثلا الموجة. وحملة فوقها كمان موجة. يعني موجة وحملة فوقها كمان موجة زي يا دي عملية تحميل يعني. فبروح اللي هو صاير ثمانين فولت. الان باحظ هنا انه انا مستخدم مكسفات واحد مايكروب. باحظ انه الاي سي حيدخل من هذا المكسف. ثم من هذا المكسف. عشان يتحمل على الجهد الثمانين للجئ. مضاعف مش عارف يعني كلمة. هو فيه كل فيه كل دايد ومكسف بتزيد الجهد نفسه كمان مرة. كل دايد ومكسف بتزيد الجهد. يعني الجهد عندي بقى اربعين. حطيت دخلت عليه بمكسف جهد اي سي. فالاربعين بيطلعوا فوق الاربعين الاول مين. صاروا تمانين. روح اضافت كمان مكسف. يعني دخلت الاي سي عن طريق كمان مكسف. فالاي سي بيصير فوق الاي دي سي اللي هو كان عندي في الاول تمانين. فبصير ايش مية. مفترض يكون مية وعشرين. بس انا يقول لك لانه نستخدم مكسفات اه اه واحد من عشرة طبعا هم لا يصلح للخمسين هات. لكن انا بس عملت التجربة هادة عشان ايش تكون عملية واضحة. الترتيب زي ما انت مش شوفه. ما تقول ليش توالي وتزوازية استاذ احمد. هاي هيك هيك الترتيب. هادة اللي انت شايفها قدامك هانا هادة التجربة حقيقية. يعني مش مش مجرد حاجة. مش مجرد يعني هادة مش مجرد رسمة. ترتيب اجباري. اه ترتيب اجباري. يعني هادة مش مجرد رسمة. هادة تمانين عملي معمول ومقاص يعني. ها. اه افتكري مرة نفاتت حكينا عن عن القانون تبع حساب مقاومة المكسف. وطبعا مقانون حساب مقاومة المكسف. اه من الشيء الهم جدا فيه انه احنا بنستخدم اه مقاومة المكسف نعم. او ممانعة المكسف بتكون يعني ادق الكلمة. ممانعة المكسف. اه قلت اهم حاجة فيها انه ساعة المكسف يعوض عنها بالقيمة الاساسية. الاساسية. اللي موجودة في دائرة النموس هي مضاعف للجهد. هذا قديما. بس الدوائر الحديثة انا شفت ان عبارة عن دائرة الكترونية بتشغل بنوع من تشغل. اما ان تبعات النموس البسطيات زي هدي يعني الدائرة. تبعات النموس اه فيه زي هدي طارد للنموس. اه ما تنساش انه انت بتستخدم جهد متين وعشرين فولت. لما انت بتكبره لما انت بتنعمه يعني هنا هيصير عندك حوالي ثلاثمائة فولت. هنا هيصير حوالي سبتمائة فولت. هنا بيصير حوالي تسعمائة فولت. اه بتكون كافية لقتل النموس. نعم. لكن الدوائر الحديثة بتشغل على اللي بشت فيه مشتوره على حجار. هي دارك شو بنقعد. نعم. احسنت يا ليس. ليس مزموط هدي تستخدم في اه في تبعات النموس. نعم. اللي هما بمشيبكوا عالتيار الكهرباء بيقولون هم ازرق. نفس الدائرة هدا بالضبط نعم. بس بيشتر هنا مش على كمانية وعشرين فولت مش طرع متين وعشرين فولت. طبعا كمان بقول لك حاجة يا ساز احمد انه انه التنائل اللي هنا لو اجي عليه الفين فهو ما بكونش الفين فولت. لا هو بس فرق الجهد بين هنا. يعني هنا مية وخمسة عشر وهنا ثمانين. يبقى هو بس الاربعين فولت اللي الفرقية لهنا. وهذا اربعين فولت وهذا اربعين فولت. يعني الفرقية اللي هنا يعني انا مش مضطر هنا احط ثنائي يتحمل كل الجهد. لانا لاحظ انه هي الارضة تبعي هو واحد. اه 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 هو اربعين فولت نعم. يعني جهد عكس حيتحمل مسلا هو اربعين فولت. كل ثنيات هذه جهد عكسي اربعين فولت جهد عكسي اربعين فولت. لكن لو حطيت تنائي من هانا للارض بصير مطلوب مني يكون جديش مية وخمسة عشر بولت. طبعا لازم يكون اكبر من هيك بس انا بعطي لك فكرة. نعم. البسيطة. التيار ضعيف. التيار بضعف اكثر مما تخيل. اه تيار ضعيف. لا التيار طبع حد دائرة بينزل اكثر من النص بكتير. اكثر من النص بكتير. يعني كل ما انت بتضاعف الجهد. يعني بتضاعف الجهد بالضعف. التيار بينزلس اكثر من النص. لانه بصير في مقاومات زيادة. اه ضعيف جدا. نعم. نعم. تيار ضعيف. ضعيف ضعيف. اه. لانه عندك في فقد كتير حيروح عن طريق المكسفات. كل هذا مخصر. لكن في هذه الحالة انت نحتاج لايش? لجهد عالي عشان اه اي اي تطبيق انت عايز. تطبيق معي. في من الاسئلة اللي نسألتها في البريد. اه كان في سؤال من احد الاخوة اللي هو اه عن المكسفات. اه كلامه صحيح يعني. الشخص انا مش عارف مش نشفاكل اسمه. كلامه صحيح. هو اسألني عن المكسفات. اه هي المكسفات اللي فرجنيها في الصورة. هي نفس المكسفات اللي احنا بنحكي عنها. وفي الاسئلة التانية اللي انسألتها انا. اه طبعا هي موجودة فيه ثانية هذا مش فاكر كل واحد باسمه. لكن اللي فاكره انه واجبت على الموضة من الاسئلة. لكن اللي انا فاكره كويس انه اه في الملخصات هادة اللي انا عاملها اليوم او في الحاجات اللي انا احططها اليوم هنا. اه الكل اه يعني اعجابت على كل الاسئلة. اعجابت على كل الاسئلة اللي وصلت. اللي هو طبعا كان فيه سؤال عن المكسف عن المقاومة. اه زمن شحن المكسف يعني. اه زمن شحن مكسف قانون عادي بسيط جدا. اللي هو الوقت الشحن او وقت التفريع هو عبارة عن ضرب اه لقيمة مقاومة الشحن او التفريع في ساعة المكسف. الحاجة اللي بنا نتذكرها دائما انه عندنا نستخدم هذه القوانين نستخدم القيمة الاساسية للساعة اللي هي بالفراد. والزمن اللي بيطلع عندي بيكون بالثانية. يعني انا ده استخدم القيمة الاساسية في ساعة المكسف. وقيمة تقيمة الزمن اللي بتطلع عندي بالساعة. يعني بالثانية. هنا في محطوط مسالين انه مكسف اتنين وعشرين ميكرو. طلع الكلام مجلوب معي هو مكسف اتنين وعشرين ميكرو. ومقاومة اه سبعة واربعين كيلو. مكسف اتنين وعشرين ميكرو ومقاومة سبعة واربعين كيلو. فبيكون الزمن تبع الشحن والتبرير تبعه ثانية واحدة. ازا كان المكسف واحد مايكرو. فبكون زمن الشحن او التبرير تبعه ثلاثة وتلاتين ملي سكن طبعا ايش? حوالي ثلث القيمة السابقة. وهذه الحاجات اه ممكن نتركز فيها اكتر. اه بعد ما انت تاخد وبعد ما انت تاخد المذبذبات. عشان اه تختار ايش هو المكسف المناسب معك. يعني تعتبر احنا هنجا متقدمين شوية في هذا الاشيء. لكن اه ان شاء الله كله على الاشياء. اه. اه استاذ احمد الكني. اه صدقني يا استاذ احمد انه انا يعني بعتبر انه قياس المكسف يعني قضية فاشلة. انا انا افضل اغيره. يعني انا بقيسه بالساعة العادية ولو ما عجبنيش بغيره. اه اه كثير من المكسفات بتخدعنا استاذ احمد. انه انت بتقيسها على الساعة الفحص بتقيس شغالة. لا 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 مش مش صحيح يعني انت ممكن تشتري ساعة رخيصة. ممكن تشتري ساعة رخيصة فيها قياس مكسفات. مش شرط تشتري ساعة متخصصة. يعني انت بتشتري ساعة متخصصة. اه معنا ذلك انت تشتري حاجة اه اه غريبة يعني. لما بتشتري حاجة غريبة اه مكسب اللي ها مش الربح تبع التاجر كبير. لكن لما انت بتشتري ساعة صينية مثلا. حدينا نقولك خمسين جنيه. هتلاقي فيها فحص مكسفات وكويسة يعني. اه فبتقدر انت تشتري اه ساعة. اه وبعدين لو انت اشتريت ساعة اه تجيس لحديت مية مايكرو معي. يعني مثلا الساعة اللي انا بيتحدثكم عنها اه 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 اللي هي السانوة. السانوة. يعني حال ساعة السانوة بتجيس تحديث ميت مايكرو. اللي هي احنا احنا تحدثنا عنها في هذه الدورة. الميت مايكرو هاده هاده عنا هنا في بزاق بمية وخمسين شاكل. يعني مية وخمسين شاكل يعني مختلف عندكو تكون بمتين جنيه. بس انت بتعرف الانفاء والهادي بتغنس على الحاجة عنها. فمتين شاكل مش كتيرة يعني تعتبرش كتيرة. لانه الساعة جيدة بصراحة. لولا العيوب اللي انا زكرت انقلها عنها زمن. خلينا هالجيتة فيما تبقى انه من وقت لانه انا برضو اه بصراحة يعني انا ما بقدرش اتاخر عن معادل المحاضرة لانه يعني فيه عندي اجتماعيات يعني ما بقدرش اتاخر. اه هنا اه عند دائرة دائرة اه عبارة عن ثلاث مقاومات موصل عليها مصدر جهد مقدار اتناشا ربور. فالجهد الكهربي حيتوزى على المقاومات هذه كل واحدة او بتجيسة حاجة تم يغنيه فقط. كل مقاومة من هذه المقاومات حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. عليكم مركز معي استاذ احمد. كل مقاومة حتحجز على اه طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. الاربعة متساويات ثلاث مقاومات متساويات يبدل اتنعش حتتقسم على ثلاثة بالترتيب اربعة فلط اربعة فلط اربعة فلط. معي خلق. طيب الان حنتلع فوق شوية. وحاقول اتأكدنا الان يا استاذ انه كل مقاومة اه حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. الان في واحد جديش حديث ارجو ان انا اخد اجابات. لا مش هعمل الاستبيان. ولا هعمل الاستبيان. استنى اشوف. ماشي. ماشي. فشل موضوع الاستبيان. خلينا خلينا بات. اه دي واحد جديش حيكون عليها. ماشي. معلش انا ما شفتش الاجابات اللي فاتت كنت مشغول فلسيبيان ما زبطش معي. دي واحد جديش عليها اربعة كويس. خلص متفجين على الاربعة. متفجين. تمام. طب في اتنين جديش عليها. وليس استاذ محمد. ممتاز. حكيتها اه كيف اعرفنا انه هنا فيه تمانية. جمعت هاد المقاومة عليها اربعة وهاد المقاومة عليها اربعة. فانا بجيس هنا على المقاومتين مع بعض اني بصير هنا تمانية. ممتاز. ممتاز. طبعا هاد بي تلاتة اللي بعرفوش ببقى مش عارفش في الدنيا. ولا ما فيش داعي لذكره. هنا نفس الحاجة. نفس الحاجة بس انا هنا غيرت الجهد. انا هنا غيرت الجهد. بقول لها الكتب في واحد بالتكبير بديش حسابات انا. بديش تجد نفسك في الحساب. اخت تلاتة وتلاتات كويس. بيت نين. مم تذ elkaar محمد. بيت نين. ستات. ممتاز ممتاز كن اش تمام. كل اش تمام كل اش تمام. كل اش تمام. كل اش تمام. كل اش تمام كل اش تمام. طبعا اه كويس. اه بي واحد قداش بي واحد قداش طبعا بي واحد جواب صح يعني بي واحد بس اللي جواب صحي بي واحد بس انا بديش تعقده مسألة انا حطط لك حتى الجهد مقدار الجهد اللي انا حطه عشرة بولت عشان اعمل لك حسبة سهلة يعني انا حط عشرة بولت عشان الحسبة تكون سهلة يعني ما مبديهش جهد اه في واحد اللي هو دعم دعم التدريب اللي هو لسوز محمد اللي هو هيكون اتنين بولت اه كيف بتيجي لتنين بولت يعني اه ليش يعني انا بدي ايات لما تتعامل مع اللوكترينيات اه تكون بي عندك استيعاب اه لتقدير قيمة الجهد حتى لو كانت مش دقيقة يعني مش شرط انا دائما استخدم الوردة والجلن بالشرط يعني انا احسبها زي هكذا حقول هنا مقاومة تساوي هادي يبقى هادي عليها جهد زي هادي هادي المقاومة لان انا موصل توازي حيكون عليها نص الجهد اللي عليها دولة يعني هنا جهد هنا جهد هنا نص في الجهد يعني اتنين ونص عشرة على اتنين ونص تساوي اربعة يبقى هادي عليها اربعة وهادي عليها اربعة اهتم على هادي قديش اتنين حاول اه استوعب الرسم هنا اربعة هنا اربعة حيتم لهادي اتنين هيك التكسيمة بتيجي خيز هلقيت لو بدي انا الاستاذ كوسر تقول لي في اتنين جديش عليك في اتنين جديش عليك في اتنين جديش عليك انا طلبت اه اه طيب ماشي في اتنين جديش عليك طبعا مش هعلق على اجابات اللي ممتاز ستة بول يعني مدام الاخت كوسر قالت ستة بول يبقى فعلا الموضوع حيك مفهوم يبقى الموضوع حيك مفهوم اه اه اوقات يتفكروا انه انا بعمل هدول الفاز لك هل هدي دائما انا باعتبرها المقدمة لا فهم عمل لترانزوستور يعني اللي بيفهم الامور هادي حيفهم كيف لترانزوستور بشكل اللي بيفهم كيف لترانزوستور بشكل طبعا مش انا المياه خلينا نشوف كمان رسمه في واحد طبعا مش شرط ان تستكوصر ايا واحد في واحد يديش لاحظ ان انا بحط لك ارقام تكون سهلة يعني انا بديش تمسك ايلا حاسبة توجد تحسب وتجمع وتطرق ارقام سهلة انا بدي دعم التدريب بلاشي جاوب لانه ما بيعرفش شغلة اوكي يعني واحد فولت واحد فولت تمانية فولت واحد فولت يعني واحد وتمانية واحد اه اللي هما بصيروا لعشرة فولت يعني هدا عليها واحد فولت على طرفيها ها لاحظ ان انا بقولك على طرفيها هده واحد فولت على طرفيها هده تمانية فولت على طرفيها هده عشرة فولت الان انا بدي اركز مع V1 انا الان بدي اركز مع V1 بدي اركز مع V1 جديش هيصير لو هادي المقاومة كانت بس واحد فولت لاحظ انو ذي انو كان عليه واحد فولد. الان قديش هيصير لو 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 المقاومة ها دي صار واحد اوم. دي بجت قديش في الاول عشرة كيلو هنا كانت هي عشرة كيلو. هيها. اه تمانية كيلو عفوا. هنا كانت تمانية كيلو. انا حولتها من تمانية كيلو لواحد اوم. في واحد. قديش هيصير القراءة الالية. طبعا اه طيب ماشي يعني ما ماشي اللي بدي عمل فن يقول ان دي واحد قديش عليه. الواحد اعتبرها هو كأنها زيرو يعني. يعني الواحد اوم هادي. مع الواحد كيلو مالهاش قيمة يعني. طيب تبسطية جدا. فبنعتبرها وكأنها ولا حاجة. يعني مبديش دقة. اللي هي خمسة اوم. ماشي الحال اربعة وتمانية هو اكثر من اربعة وتمانية طبعا. لانه الواحد اوم. خارجتنا نرجع نفهم النقطة هذي كويس. انه هنا معلش الموضوع هذا يعني اهم حاجة في كل الدورة انك تكون فهم الرسمات هذي. اهم حاجة انك تكون فهم الرسم هذي. لا اجعل الرسم هذي كمان مرة. لاحظوا انه دي واحد الان عادي خمسة بولت. لانه هذي المقاومة صارت واحد. هذي السابتة طبعا. هنا المقاومة اه الجهد اللي كان هنا اه كان اللي هو واحد. واحد فولت. هنا واحد فولت. باي بكتك العربي. واحد فولت. هنا عندي واحد فولت. دي واحد هنا اللي هو واحد فولت. دي واحد هنا اللي هو اه خمسة خمسة فولت. خويس. لاحظ انه المقاومة هذي السابتة. المقاومة هذي السابتة. لكن الجهد اللي هنا تغير. تغير ليش? لانه قيمة المقاومة هذي تغيرت. يعني ان لو غيرت في حتيبة هذي المقاومة زيادة او نقصان معنى ذلك انا بأثر في قيمة الجهد الموجود هنا. وهذي المقاومة يا شباب. هذي المقاومة اللي انا بشوفها هذي متغيرة اللي هي الار هذي المتغيرة اللي هي هنا تمانية كيلو. هنا صارت واحد اوم. هذي هي لترانزستورة. هذي هي لترانزستورة. لترانزستورة كل وظيفتها انه انا من خلال تحكم فيها بخلي مقاومتها عالية او بخلي مقاومتها منخفضة. فبأثر هذا على قيمة الجهد الموجود هنا. هذا الاشي انا بأسميه تكبير. لانه وظيفة الترانزستور هو التكبير. وظيفة الترانزستور هو التكبير. كيف انا بسميه تكبير? لانه في الترانزستور مليسته انه لما بدي اكبر المقاومة من تمانية كيلو لواحد اوم باستخدم تيار ضعيف جدا. استخدم تيار ضعيف. وبالتالي اه التيار اللي ضعيف هذي بيتكبر هنا. وبصير عندي تيار مكبر هنا خمسة بولت. وهنا اه واحد بولت. السبب انه هذي المقاومة هي اللي تم تغييرها. ودائما احنا هذا الدرس بنعتبره مقدمة دائما. انا دائما بعتبره درس مقدمة لترانزستور. انه هو عبارة عن المقاومة التمانية كيلو هذي. انه انا بقدر احول لترانزستورة من الثمانية كيلو. لا الواحد اوم اه هو مقدر تغيير في اه قيمة الترانزستور. كيف يعني? هذا مقطط. يعني انا ما بقدرش اليوم انا اجيبك دائرة واشرح لك فيها على ترانزستور طالما انت مخطيش الترانزستور. اه كويس? لكن ازا انت بتستوعب هذه الدوائر خلاص يعني انت جاعد انت جاعد مخططات. اه لكن قراءة المخططات في حد ذاته. اه معلش انا الدرس انتهى وانا مضطر امشي استعجلوني على اخر الناس. يعني انتم سمعين الموبايل جاعد اه اه مضطر انا اغادر اه ولنا لقاء اه طبعا اللقاء القادم ان شاء الله هو هيكون اه اللقاء الاخير. اه طبعا اه مش الاخر ان شاء الله يعني ان شاء الله بكلنا а يعني بقاء في المستقبل يعني ا في دروس القادمة ان شاء الله امن ان شاء الله يوم السبت. اه وانتو كمان حتو عني بس لسة هنشوف ان شاء الله بعض يوم السبت. وطبعا اه من هركياة بقولكو انا كنت مبسوط ان انا كنت بشتل معكم. آه كنت مبسوط انا بشتل معكم وفيصراحة يعني كانت فترة جيدة وباكمل الكلام ان شاء الله المرة الجاية. إن شاء الله ربنا برزيبكم بواحد كويس سلام عليكم